الأهلي أيضا بيبحث تكريم جيانا فاروق في اجتماع الثلاثاء نادي الأهلي إن شاء الله في اجتماع لمجلس الإدارة يوم الثلاثاء بيبحث تكريم جيانا فاروق بطلة الكرنطية والحائزة على الميدالية البرونزية في أولمبياد توكيو وقال الدكتور سعد شلبي القائم بأعمال المدير التنفيذي لنادي أن مجلس الإدارة لن يبخل على أبناء المخلصين الذين يرفعون راية مصر في المحافل الدولية وفي المقدمة جيانا فاروق بطلة الكرنطية وابنة النادي وقال إن الكابتن محمود الخطيب يولي هذا الأمر اهتماما كبيرا خاصة أن جيانا فاروق بطلة أولمبية تستحق كل التكريم والأهلي يفوض مهند مجدي لحضور مراسم استقبال جيانا فاروق قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب تفويد الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي لحضور مراسم استقبال البطلة الأولمبية جيانا فاروق ابنة الأهلي والحائزة على المدارية البرونزية في أولمبياد توكيو مؤخرا هذا وسيصل الأبطال للقاهرة في تمام الساعة 11 صباح الثلاثاء من صالة 2 وسيكون في الاستقبال لفيف من الشخصيات الرياضية ورؤساء الاتحادات المعنية وممثلي الأندية ترجمة نانسي قنقر